موسيقى 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 كل ما تشاهد كل فكرة كل فكرة شباش يا هو برطان مستخدم ليوبوظ طفاح فتش المزة ايه اللي معنى في الطب؟ فتناكه باكه ساعة البيه برحبت فيها الموزي اللي لسه على حوث بالضبط فتشوا الين سو 때� شباب فتشوا إيه بس ساعتين بإيه يا رب تجيب العوائب سليمة يا رب أنا أخوش غالة مستان ضحفة خديمة يا ما أنت يخودي هنا استهدي بالله الله إنت عايزة الناس يقول علينا إيه عايزة هم يأكلوا الشينا إن شاء الله سليمة يا معلمة يا أختي سليمة إزاي بس إنتي بسمحتيش ده الوضعين ما بيقول إن هم حفتشوا المغزل ما يفتشوه ها لأيتوا حاجة؟ لا يا فنم إزاي؟ دورتوا كويس؟ دورنا كويس يا فنم ملاش إلا شاءت موز الحمد لله أسدتين يا سعاد تلبيق وما انخبئت المخدرات فينا يا سلطان إيه؟ مخدرات؟ أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم مخدرات لي يا سعاد تلبيق أنا أزعل منك قوي حد الله ما بيني وما بيني الحرام أسعد تلبيق لا 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 أنا راجل فكاني ما كونها مش شرف أيوا سعاد تلبيق ولو عاوز مفتش دوكان والبيت أنا تحت عمرك يا سعاد تلبيق تعال وريني الدوكان وأنا حفضل بقى لابسة الفستاندة لحد إمتى؟ إفريدي بقى اتصله 25 سنة سجنة حفضل لابسة 25 سنة؟ مخيبك يا بتي يا سمارة كلامك كده زي ما تكوني حايزة أن الجليس يقبض عليه ويدخله السجن وهو لسه هيقبض عليه وهو قبض عليه وبكرة كمان يتسميه صدق بيت عندك حاجة ده إحنا لحد جي قلنا خبر حلو ولا وحش ولا سمعنا حس حافظة موسيقى سأقول لك يا أما المخزن في إيه يا أختي سيكون في إيه قسفاندي وبرتقان وموت يعني سيكون في حشيش جيوة في حشيش و أنت عرفت أنني يا سمارة سلطان كان حكى لي على كل حك الله وتفتكر يا بيت مين اللدى السلطان الزمبة دي عند الحكومة ويا محنة في العصبور ومعلمنا راجع منصور ويا محنة في العصبور ومعلمنا راجع منصور ايه؟ اخرت عليك ايه؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان انا متأكد ان كان فيه ضعف المغزن ازاي تتنقل كده من مكان او قدرة ايه؟ والله انا حس ان فيه مراب كبير او يا دم ملعوب ايه؟ ومين اللي يعمل لنا ملعين؟ مش يمكن يكون حزب من رجالة فتوحة؟ مالهمش مصلحة في كده؟ انا بس هتجنة عايز اعرف البدع اللي كانت في المغزن دي رحت فيه؟ يا ريتهم كان عبعدوا عليه وخلصونا منهم؟ يا ساتر على كلامك هايزهم يقبضوا عليه ليه بس؟ قال لا ما هي اخويا فتش الوكالة وما لقوش عنده اي حاجة مولهم جوم الفرح ليه؟ عشان يتعاشوا وزقطاتوا؟ ده اللي احنا بناخده منك التريعة والنقورة على الناسه بس على فترة جنحة بسبعة راح' ومش كاكرة قيتل هنا عندنا في البيت؟ او كمان المرأة دي نفل من حبل المشناء يا ساتر يا ربي كلامك زي وشك طبزبت يا مسعود يا ربي بدل ما تحمد ربنا انه ربنا كرامها بعرacing، أيس كويس هيسعدها ويهننها ويسعدنا ويهننن أحنا كمان معاها ها العين هتجي معايا يا سابي و 의�لا لا? على فين ان شاء الله؟ هيه حنروح الموتى يا سوكة هنروح نبقى ركلوهم ونودى لهم الاكل داي بروا نفسهم بيه عالصبح لا اروح انتي انها ركاسوة اروح انا ازاي يا راجل قال لا هي البت دي مش بنتك ولا بنت انا الواحدي ولا احنا لقيناها على باب الجامع بقولك ايه خدي معاك المعلم صالح انا صحيتي تعبانا مش هقدراتلي عالسلم دا ولا هقدرش لسا نا رخيص والطلب غالي اه يا سبع البرنبة سلام دلوقتي على فين مش هتفتر عالزي نشوف ايه اللي حصل مبارح اما مش خلاص ملاقوش حاجة عندك ملاقوش حاجة عندي ملاقوش حاجة عندي ازاي دي البضاعة كايت بتلتينة في المغزر ومراحت فين؟ وده اللي انا عاوز اعرفه وانا كمان وانا كمان بيلي ايه؟ اه خلي بالاك من نفسك خونط اسا بجيلي كحيرة صباحية مباركة معلم و الف الف مبروك ايه؟ ايه يا ساعة؟ ايه اللي حصل الدارة؟ البضاعة راحت فينة معلم ساعة مش يمكن حد كده ولا كده عارف مكانها وسرقها؟ الكلام اللي بتقوله ده دونجو اما اللي احنا روحنا فيه النامين على ودنة؟ يا عما قلناش حاجة يمكن وانت مشغولين في الفرح وانت ولا مغزر معلم لقيت اقفال المغزر مكسورة؟ بسيلك منا يا ساعة ده مخم هاوي مهم؟ ايه الحكاية؟ الحكاية ان انا الحمدلله اعرفت ان فيه كابسة كبيرة هتحسن جريت انا و الوقت حسن ومنا شالين البضاعة صويس اهو بقى شلتوها في انت؟ ما تلكلتي موسكو شوية قال انت؟ وبعدين اكمل كلامي اكمل اولا يا معلم فلاش الطمب البضاعة في الحافظ والسورة وانت اعرفت انت و ازاي ان فيه كابسة هتحسن؟ مبارح وانتو كلكم مشغولين بتحضروا للفرح التلفون رن هنا جوا المحل ام تردين؟ لقيت ولا مواغزة واحدة ست بتقول لي بلغ المعلم سلطان ان فيه كابسة كبيرة ايه هتحسن؟ كان الكلام ده قد؟ كان قبل المغرب بشوية انا ما كدبتش خبر جريت انا والوقت حسن قمنا مخبين البضاعة وخفيانها من غير محد يده بس كان واجب برضا معلم ساعد تبلغ المعلم سلطان او تبلغني ما كانش فيه وقت يا دونجول انا كان كل همي ان انا شيل البضاعة فيها اش انتوقف ايه انت محمول كده ليه؟ وحد ده قالك ان احنا شرقناها ايه يا زحيان انت محمول على ايه؟ ده بدل ما تقوله كان ترخيرك يا معلم كان ترخيره على عينه وراسي بس في الاول والاخر انا المسؤول عن كل حاجة ولما انت المسؤول ارحمك عن كل حاجة زي ما بتقول سبتي المكان ليه؟ كنت انا وامي وروح قال له او انا معلم مشغولين بالفرح بتاعك وقعد مع عمال الفراش او عمال اجيب طلبات او اجب مع الناس عشان فرح اكي سيد المعلمين يا لولا ساعد سمع الترفون ورد عليه كنا روحنا كلنا في ابو نكلا وانا وانت بازاي كنا زمننا محبوسين اسكت اسكت وداري خبتك خبتي؟ كده برضا معلم بقى دونجول ابن الكار اللي تربى بين ترب الحشيشة معاهم بقى خايم تقول لك يا ساعد يتفرك عدم مكافة البيئة اول لا ما تقولش كده يا معلم انا معملتش غير بهادة البضاعة دي امانة في الابتل لا حبيبي امانة في الابتل يا اخي جاك اطعر ابتك ما تزكت يا ابا اتلعن مع الصبح انا مش فيها بتعملي فيها سبعين بربا كده اجلي ها اجلي هاتلي اهوة وشوف المعلم ساعد يشو بيه يا معلم ده فيها معلمة انا اروح اجيب لي المحلم ساعد وفزه بيه اللي بقى ساعد هو اللي عمل فينا المعروف ده وشل الحاجة بقى السبيرة بقى من السيرة دي ونبتني شهر العسل بحبوا تروحي فيه دعنا نروح اسكندرية وبيه في البرد ده وانا نروح فيه ما تيجل لوحة تكون دافعة شوية دافعة؟ بدايفين يعني يعني مثلا بساف اللي هو قصو اه يا حد؟ احنا إيه اللي white diina الهوة اللي هناك ده ده تلاقي حتى هناك لا فيه ناس ولا لوكاندرات ه komma هه هه هوري بنا انت معظورة يا سمارة هوادة ايه طب إيه راه انهاك يبدحها لوكاندرات وما الاه احسب من اي لوكاندرة هنا وما بأنزلش فيها إلا البهوات والبشوات بقولك إ OK ان جلالة الملك بقضيش هي ت، هما ك قليل نجات؟ انت عارف سوطان؟ انا ليس اشوف؟ كراس اتتوزل بيه بايه وعب معنا شواند انا بخلني انا نازلة يا مسعود عايز حاجة؟ عارفين يا شجرة الضر؟ وبعدها لك يا قيبك وانت يا راجل مش فالح غير في التريقة؟ صدقوا اتأمن بايه؟ انا لو خدتك من ايدك وانزلت بيك سوق الرجال عشان بيعك ما حجيبت انا السجرة اللي انت بتطمحها دي بس القال كنت بجيب واقيم فلوس كتير قاوي من اشعاد معا لنا عارفين ان شاء الله؟ رايحا قهوة اشوفهم عملوا فيها ايه؟ يا وليت مش كنت لك قول انبارح بتوحاشني حجنن عليها القلب وما يريد طب ممكن تأمينكم بان شاي؟ عاملك ايه يا اخويا؟ ليه يا علاية؟ الشكلة اللي كبهلك بابا؟ ما توقع انت بتعمل لناس؟ انا باعرف اعمل حاجة بصارة صمارة يا حبيبتي هي باطعت بيها كان بتأمين لي كل حاجة تصدق ان انا استاهل تلاتين شبشب عشان ما سافرتش هتفسح مع بنتي واترحم شوية من خلقاتك وعشتك السودا دي؟ انت ايه يا راكل؟ ما عندكش دم ما عندكش نخوة ما بتحسش بقالي عشرين سنة بقولك طلقني طلقني يا مسعود طب اعملي كبات الشاي باول بعد كده اتكلم في المعضب ايه تبتتكلم بجد؟ يعني لو انا دخلت عمتلك كبات الشاي حتطلقني؟ يا وليه بقولك اعملي كبات الشاي عشان عاد الدماغي وعرف اطلقك بمزاك؟ تطلقني باي يا اخويا؟ تتمقلس علي؟ انت عايز تفرسني يا مسعود؟ ماشي يا مسعود انا اخش اعمل لك كبات الشاي وحشوفك قد كلمتك؟ ولا قد كسمتك؟ قطيعة ما تأخذنيش يعني يا ريس دونجل انا شايف ان المعلم شدد عليك السلخ قوي يومين دول كلامك مضبوطة مضحقة عارف ان ابتك؟ اه من يوم ما المعلم ساعدوا حسن الجن ما اشتغلوا معانا كويس انك عارف طب وعلى ايدا كله يا ريس وتلاقيهم هم اللي بيروحوا يسخنوا عليك كل ليلة معليش يا مضحقة بقى اخرت خدمة الغوزة عالقة بس على مين دا للمعلم دونجل اعطى عشان ابيده وعلقوا بشفطرته كده في الحارة اما كنت لبسه تقمة ما ياخدش فيها أقلم المعلم فتوح واع تسيب حسن الجن؟ واحدة واحدة علي يا مضحقة سيبنا شغل موخ ودبر له ملعوب صح الله على موخك يا ريس هتروح يمين هتروح شمال معك في كل الاحوال وخانسة في سيتة بزمارة واللي مش عاجبه هيرقص في الحارة جرعية قلبة انت خرج انت كمان ولا ايه؟ هنزل لأ ما تهوأ العمي عشان تنتظر اقول لك ايه؟ سبيلي فلوس نعم يا اخوية وما انت ايه؟ ما بتشبعش فلوس؟ يعني هو انت كنت شبعتي؟ بكرة يا سامرة هتنغنغنى انا وانت وتخلينا نلعب بالفلوس لعب انا قلت رأي في الموضع ده حد الله بيني بين فلوس الحراب بقولك ايه؟ وانتش حرفك يعني ان الفلوس اللي انا بديه لك من جيب دي؟ حلال لانها اصلا كانت فلوسي فلوسك؟ ما علينا الشاي وعملته لك والفلوس اللي انت عايزها كمان حد يهالك هيا مسعود هتطلقني ولا مش هتطلقني بالتربان فلوس كنت الفلوس انا قلنا test بعد الانها اهل انتبه موسيقى انا الفلوس اشتركوا في القناة 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 موسيقى اشتركوا في القناة ربنا موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طاولة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة 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 لو عملتها مرة تانية لكن لم عليك اللي يسوأ واللي ما يسوأش وقفوا وسط الشرع وجرأسك انت فهم يا رجل انت ولا لأ؟ انا عرفت انك في لقصر يا معلم سلطان ساعات البيه عايزك ترجع ضروري مصر دي اوامر يا معلم سلطان من ساعات البيه دونجل بيقول ان المعلم عروسة يا وصار النهاردة دي مش كليس سياق دي سبوع اظهر كده من احنا دخلينينا على شغل دي يا عم شغل دي دميني دي كان نص البضاعة اللي هنا ما توزعش رسا بس احسيت كده من التلافون اللي انا ردت عليه في دكان المعلم ان فيه شرع الحاجة والولاية اللي انا ردت عليها دي وراها سر كبير مش جايز الولاية دي تبقى هي صعبة الشغل ومسميها نفسها ساعات البيه عشان تعمل نفسها هيبة كده مافتكارش يا حاسب عارف ليه المعلم فتوح الله يصبحه بالخير قال لي ان كان في واحد قبلها هو كان حلقة الوصل بين سلطان وساعات البيه اه قصدك فانجري هو ده طب ما دايز الستي دي كانت مشغلة فانجري معاها ولما تقتل اضطرت تنزل تتشغل بنفسها والله كل شي جايز يا ابو علي بس لو الولاية دي هيا ساعات البيه كدت تاخد وتدي مع الولا دونجل كده في الكلام طب ما اكيد عارف ان دونجل دي بقى ترعى المعلم من يمين اللي بالحق احسن بتعايز اقولك على حاجة بلاش تشد مع دونجل ما التشاب بيعمل ايها معلم ساعدة ده عايز اتمارس علينا معلش ناخده بالمسايسة ما تنساش برضو ان احنا اللي داخلين عليه بقى ان ده تلافون صغير منه للبوليس ده لها نفسنا رعين السجن من تاني ده احنا ملولي حياتة دارينة ده لولا شامت المعلم سلطان كان زمانة دلوقتي متلطمين مش هايين حياتة تلمنه لا بس احنا كبرنا قاوة نظر المعلم سلطان لما خبنا لديه دعم البوليس ودونجل كده عمين زي لا ترش في اسدف شوفت بقى شوفت من غير ما نكلموا كلمة خلينا وش ومطرح افق قديني سمعت كلامك وجبتني على ملأ وشي وطول السكة انبوز مش عايز تتكلم سلطان انت حرف ان انت بتعمله لكن لازم تعرف ان انت متجوز سمارة سمارة اللي حفيت عشان تتجوزها يا حبيبي عايز افهم بقى مين السكت اللي اول ما سمعت صوتها كده في التليفون ارتباكت وجرجرتني على ملأ وش الحد هنا وإلا والله العز ما صابتك البيت ده متر مع رأسك عايزة تقوليني انك بيغير علي ما صدقش ما كنتش روعيني المعدة دي كلها انت قلبك حاجر يا سمارة مجايز من ناحية انا بس حتى لو كان كده ما فيه سكت في الدنيا تقبل ان جوز هي ارتصني ولا تكونش عايزة ارتصني يا سلطان قولك يا سمارة ما تجي نتفق من الاول نتفق على ايه دلوقتي انت بقيت مراتي وعارفة انا بشتغل ايه يا تارا بقى ناوية تبقى بعيدة عني وشغلك يبقى في الكاميري بس ولا ناوية تشغلي معاك اش لما معرف الاول شغلك هيمشي على هوايا ولا حيعاصلك معايا اه انت كده بقى عاوزة انا اكشفلك كل اثار الاول وبعدين انت تفكري ومن حتى لو ما اشتغلتش معاك جايز ان فعل يا ريت يا ريت ده انا ساعته هقولي لنفسي يا ساعدك يا هاناك طبعا عشان قلبك تفتحلي مين الست دي بقى اقولك دي بقى تقدري تعتبريها اول الطريق اللي بيني وبين الرجل الكبير يعني تقدري تقولي عليها كده حلقة الوصل اه اه ما كنت تقول كده من الاول وريحني يعني انت الوقت ريتحتي حلو الحلوة والوحاشة مالهمش الداخل بشغلنا احنا كل اللي بيننا هات وخد من كبير للصغير عايز تفهمني يا سلطان انك بتشتغل معاها وعنيك ما زغتش عليها مش مهم عيني يا حبيبتي المهم قلبي هو اللي نزو عليها زي ما حصل معك انت يا جميل سلطان سلطان ما تجيش نحتي 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 مرة واحدة يا معلمة يا محل، إن أنت هوراك رجالة تأكل عاميد النور اللي بحردت عاميد النور ولا براميل الجاز، خلاص يا أخي وروح تشوف للقهوة عاد يا محل، ولا باتحكة